اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم عزيزي الطلاب زي ما اتفقنا ان احنا المحضرات اللي فاتت رجعنا على اساسيات اللغة الايطالية اللي درسناها في الفرقة الاولى رجعنا على الاسم والصفة رجعنا على ادوات المعرفة وادوات الناكرة وادوات التجزئة وصفات الاشارة القريب وصفات الاشارة البعيد وايضا رجعنا على صفات الملكية واخدنا كمان صفات الملكية مع اسماء الاقارب مع اسماء العائلة وازاي ان هي في المفرد ما بيجيش معاها اداة معرفة لكن في الجمع بيجي معاها اداة المعرفة وايضا في المفرد هناك بعض الاستثناءات دي كانت اخر حاجة تكلمنا عنها في المحاضرة الاسبوع اللي فات كمان بدأنا عملنا ديالوجو عن لاجنسية ايموبليارة عن مكتب العقارات ايه هي اهم الاسئلة اللي ممكن اسألها في مكتب العقارات وازاي اجاوب عليها النهاردة فاتشامو البرزينت انديكاتيفو ايه الباساتو بروسيمو النهاردة هنراجع مراجعة سريعة برضو عن المضارع الخبري زمن المضارع الخبري وايضا على زمن الماضي القريب البرزينت انديكاتيفو اول حاجة عندنا وده اول زمن درستو في اللغة الايطالية العام الماضي البرزينت انديكاتيفو معناها زمن المضارع الخبري لما اقول مضارع يبقى معناها حدث بيحدث الان او حدث متكرر او حقيقة علمية او حقيقة علمية قبل ما نشرح الزمن اوكي وقبل ما نشوف ايه التصريفات بتاعته لازم نتكلم عن ضمائر الفاعل السجيتو عندي ضمائر متكلم ايو و نوي طبعا لازم يكون في ما يدل على ان اللي بيتكلم ده او ان فاعل الجملة متكلم لو جيت قلت و بقول لك صرف لي يبيع فهتقول لي مين الفاعل لان الفاعل بيعرف من صفة الملكية اللي هي يبقى ايزا بقول طب لو قلت يبقى يبقى ايزا ضمير المتكلم بيفهم من سياق الجملة لازم يكون في كلمة بتدل عليه بعدين عندنا ضمير المخاطب تو او لي او فوي تو او لي في المفرد انت او انت تو لي حضرتك او حضرتك فوي انتم او انتن ماشي طب اعرفها ازاي لازم اقول لك ان الفاعل ده بتصرف مع تو او مع لي او مع الفول لا بيفهم ان في مخاطب في الجملة لو جيت كارلا كارلا دو في اقول هنا ايه ابي تاره اصرفها مع مين ابي تي مع تو ليه لان من جيت قلت كارلا فوكاتيفو مخاطب بقس اسأل كارلا انتي اين تسكنين فين انتي في الجملة مفيش في مخاطب مفرد ليه كارلا طب لو جيت تشيل في كارلا وقلت سينيورا دو في او الابي تي ولا او الابي تا او الابي تا يبقى بدل ابي تي ليه مع تو خلتها ابي تا ليه مع لي حضرتك يا سيدتي اين تسكنين وبالتالي لما يكون فيه فورمة دي كورتيزية وده هيفكرنا لما جينا قلنا كومي تي كيامي لما اسأل صديق اسأل زميلي في المعهد او زميلي في الجمعة واقول له اسمك ايه اقول له كومي تي كيامي لكن لما اسأل حد اكبر مني في السن واقول له حضرتك اسمك ايه اقول كومي سي كياما كومي سي كياما مع فورمة دي كورتيزية لكن كومي تي كيامي مع حد قريب مني في السن وبالتالي لو جيت لقيت مخاطب جمع وقلت مثلا رجعت سي دوفي على طول الصلاف الفعل مع مين مع فوي بربو اسر اقول دوفي سييت يا اولاد اين تكونون اين انتم فاقول دوفي ساي ولا دوفي ايه ولا دوفي سييت لازم اخلي الفعل مع فوي واقول دوفي سييت تمام ده بالنسبة لضمائر الفاعل للمخاطب ضمائر الفاعل المخاطب يعني تو لاي فوي بعدين ضمائر الغائب لوي لاي ولورو برضو هو هي ضمير غائب مفرد ولورو ضمير غائب جمع طب بيبقى مكتوب برضو في الجملة لا ماقول مثلا ماريو ايه اوني تاليانا ماريو ايه اوني ستودينتي اتاليانا فبتكلم عنه مش بخطبه يعني مش هلاقي فيه في الجملة مش هلاقي فيه فوكاتيفو مش هلاقي فيه اسلوب نداء لو قيت قلت ماريو دوفي ساي لكن ماريو بتكلم عنه فاقول ايه ماريو ايه اوني ستودينتي اتاليانا ده بالنسبة لي السجيتو هقولهم تاني بسرعة ايو ضمير متكلم مفرد معنى انا نوي نحن متكلم جمع تو انت او انتي ضمير مخاطب مفرد لي حضرتك او حضرتك ضمير مخاطب بسيطة الاحترام ضمير مخاطب مفرد فوي انتم ضمير مخاطب جمع لوي لي هو او هي هو هي ضمير غائب مفرد ولورو هم ضمير غائب للجمع ده بالنسبة لي ضمائر الفاعل بعدين بالنسبة لي الفاعل في اللغة الايطالية طبعا كده شرحنا اول حاجة النومة وشرحنا لاجت تيفو شرحنا الاسم بانواعه بكل الادوات اللي بتيجي مع الاسم شرحنا الصفة باشكالها المختلفة النهاردة هنبدأ بنا اخد الجزء التاني الرئيسي في الجملة وهو الفيربو الفيربو الفعل في اللغة الايطالية في المصدر قال لي المصدر في اللغة الايطالية بينتهي بتلات نهايات المصدر معناها لينفينيتو لينفينيتو معناها المصدر اي الفعل قبل ان يتم تصريفه في اي زمن او مع اي فعل المصدر في اللغة الايطالية بينتهي بسلاسة نهايات ار 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 زي ما اقول برندر سنتر او كبيرا كبيرا برندر يتكلم يتحدث برندر يأخذ سنتيرا يسمع او يشعر كبيرا يفهم وبالتالي فيه ثلاثة نهايات للافعال في اللغة الايطالية ار 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 زمن المضارع الخبري زي ما قلنا في اول محضرة ان المضارع معناه حدث يقع الان او يقع بشكل متكرر او حقيقة علمية للتعبير عن الحقيقة علمية باستخدم برضو البرزنت انديكاتيفو انديكاتيفو معناها ان في تشرتيتس في الحدث في يقين في الحدث اوكي لو قلت ماريا اي مالاتا خلاص انا متأكد ان ماريا مريضة ماريا اي مالاتا وبالتالي فيها تشرتيتس اوكي لو قلت ماريا استودية لالينجو فرانشيز ماريا استودية لالينجو فرانشيز اي ان صون سيكور كماريا استودية لالينجو فرانشيز يبا لما استخدم المضارع الخبري معناها انه حدث في يقين اوكي بعدين معلومة تانية بيقول لي ان زمن المضارع الخبري هو زمن بسيط يعني زمن بسيط يعني زمن بيتكون من كلمة واحدة مفيش في فعل مساعد مفيش في فعل مساعد زي ما هنوصل زي ما هنتكلم بعد كده عن وبالتالي زمن بسيط يعني بيجي يقول لي ضماير الفعل اهي ايو زي ما اتفقنا ايو تو لوي لاي لاي فورما دي كورتزية نوي فوي لورو دي دمار الفعل بتاعتي اللي ممكن تفعل الفعل قال لي ليه بقى انهيزة من بسيط قال لي لما اجي اصرف المدارع الخبري بقول ايو بارلو بحافظ على اصل الفعل لا راديتش دي الفيربو اوكي جزء الفعل او اصل الفعل يا بارل لا اوكي دا بالنسبة لي المجموع الاولة بتنتهي بقارة يبقى بارلو بارلي بارليامو بارلاتة بارلانو وما قلشي بارلانو لا بقول ايه بقول بارلانو بدأ النهاية انا وبالتالي الكلمة بتبقى لجينتو نون كوي لجينتو اي كوي زي ما اتفعنا قبل كده كلمة كاميرا ليه بقول كاميرا ما قلشي كاميرا لين لجينتو بيقع على المقطع قبل قبل الأخير اوكي فزيها بالزبط ان جميع الأفعال المصرفة مع الفاعل مع الفاعل لورو في المدارع وفي جميع الأزمين البسيطة هتبقى على المقطع قبل قبل الأخير وبالتالي من الخطأ نطقها بارلانو لازم اقول بارلانو يتحدثون المجموعة التانية بنفس النمط بنفس السياق برضو بحز في النهاية ايري واقول بريندو بريندي 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 ياما بريندي تي بريندو نو طبعا احنا بنقول الكلام ده بسرعة لان دي مراجعة على الموضوعات اللي درستوها في الفرقة الأولى اوكي وبالتالي بس عشان نفتكر الموضوعات دي بسرعة لشان نبدأ ندخل بقى في الأزمينات الجديدة اللي هنرزها السنة دي يبقى ازا دي المجموعة التانية لو لاحزنا الاختلافات ما بين المجموعة التانية والمجموعة الأولى هنلاقي فيه وفيه لورو وفيه لوي ولي ولي فورما دي كورتزية بريندي بريندي تي بريندو نو وبردو ماقولش بريندو نو بقول بريندو نو اما المجموعة التالتة بردو بتبقى سنتو اوكي سنتو سنتي سنت سنتيامو سنتيت سنتنو اوكي وبالتالي بردو دي نهايات المجموعة التالتة وزي ما اتفعنا ان زمن البرزنت الاندكاتيفو هوا انتمبو سيمبلش اوكي تمبو سيمبلش زي ما قلنا si forma da una sola parola تمبو سيمبلش زي ما بسيط في تركيبو يعني لو قلت انا اتحدث اللغة الايطالية io parlo la lingua italiana نحن نتحدث اللغة الايطالية noi parliamo la lingua italiana noi parliamo la lingua italiana ولو لاحظنا ان شكل الفعل في اللغة الايطالية هو ست تصرفات مختلفة مع ضمائر الفاعل مختلفة ولا يمكن اللبس أو الخلط بينها وبالتالي في هذه الحالة يمكن الاستغناء عن ذكر ضمير الفاعل في بداية الجملة يعني مش لازم كل مرة أقول يا ماركو هل تتحدث الإيطالية؟ مش لازم أقول لازم تصريف الفاعل في المضارع لست أشكال مختلفة وبالتالي في هذه الحالة يمكن الاستغناء عن ذكر ضمير الفاعل المجموعة الثالثة زي ما احنا شايفين أنا كتبت فاعلين لأنه بيقول لي أن المجموعة الثالثة في مجموعة فرعية أولى بشيل النهاية إيرة بحزفها وبضع نهايات المضارع الخبري فبقول سنتو سنتي سنتو سنتي سنتة سنتيامو سنتيتة سنتنو لكن في مجموعة فرعية تانية في المجموعة الثالثة قال لي قبل ما بضع النهايات بضع المقطع إسك زي الفرب كبير يفهم ما بقولش كابو ما بقولش كابو على طول لا بقول كابيسكو لازم أضيف المقطع إسك وده طبعا ده لسنة السنة اللي فاتت كابيسكو وبالتالي مع التو هتبقى كابيشي مع اللوي هتبقى كابيششا ما عدا النوي والفوي هتبقى كابيامو عادية خالص كابيتة ومع اللورة هترجع إسك هتبقى كابيسكو نو تمام؟ يبقى إذن برضو جزء ده ده لسنة السنة اللي فاتت ان المجموعة الثالثة في بعض الأفعال اللي بتاخد المقطع إسك قبل نهاية المضارع وبالتالي ما بقولش إيو كابو الإيتاليانو لأ كابيسكو بين الإيتاليانو تو كابيششي طبعا الفرق في النوت نرجع للمحاضرة الأولى اللي احنا قلناها المقاطع إن شي أو تبقى كو وإس تبقى سكو يبقى كابيسكو لكن إس تشي إي شي تبقى كابيششي إس تشي إي شي تبقى كابيشش لورو إس تشي أو سكو يبقى كابيسكو نو وبردو ما قولشي كابيسكو نو لا كابيسكو نو فقط يعني إيه الأتشينتو كا ديسمبري سولة ترسولة مسيلة با هنا يعني المقطع الأتشينتو النبرة والشدة بتقع المقطع قبل قبل الأخير خلاص بنسميها بالإيطالي بارولاس دروتشولا يعني كلمة الأتشينتو فيها بيقع على المقطع قبل قبل الأخير ده بالنسبة لي المدارع الخبري اللي هي طبعا أفعال إيفيربي ريجولاري الأفعال العادية الأفعال المنتظمة في أفعال إيريجولاري أفعال غير منتظمة دي لازم أحفظها زي ما أقول مثلا إسر إسر المجموعة كام التانية هل كنت بقول لما خدناها في المحاضرة اللي فاتت قلت إسو إسي إس لا ده أنا قلت صونو ساي إي سيامو سيت صونو معنى زي كن شكل المصدر بيتغير وبالتالي الفعالي بسميه فعل إيه فيربو إيريجولاري زي بو الزبط أفيري بقول أو آي ما بقولش آفو صح؟ بقول أو آي أبيامو أفيري تانو زي الفربو أنداري هل بقول أندو؟ نو بقول فادو فاي فا انديامو أنداتي بانو وبالتالي لو الفعل تغير شكله حتى لو حرف واحد فقط في التصريف ده بنا تبرو بربو إيريجولاري كيارو؟ ده بالنسبة ليلة كونيغاتسيونة إلوزو دل بريزنت إندكاتيفو اللي هو تصريف واستخدام ال بريزنت إندكاتيفو طيب انت استخدم ال بريزنت إندكاتيفو زي ما اتفقنا لما يكون في حدث يحدث الآن وبالتالي ما اقول أورا أورا أدسو أورا الآن وأدسو عنها الآن طيب لو جيت قلت أوني جورنو حدث متكرر كل يوم أونيانو أوني ستمانا أوني ميزة حدث بيتكرر كل يوم أو كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع مع كلمة أوني سيمبري دائما سبيسو كثيرا ديسوليتو عادة أوكي فدي كلمات اللي بتدل على تكرار الفعل وبالتالي باستخدم معاها ال بريزنت إندكاتيفو آخر حاجة عندنا في ال بريزنت إندكاتيفو طبعا لما يكون ال بريزنت إندكاتيفو بيعبر عن حقيقة علمية ما بحتاجش كلمة معبرة عنه لو جيت قلت الشمس نجم الشمس نجمة طبعا مش لازم أقول سيمبري مش لازم أقول ديسوليتو ولا سبيسو ما بحتاجش كلمة زمنية تدل على الزمن والحوزة أخيرة بيقول لي لو المستقبل بكرة حاجة مؤكدة حدث مؤكد بنسبة 100% مخطط لها أو مخطط لهذا الحدث مسبقا يمكن أيضا استخدام ال بريزنت إندكاتيفو وبالتالي لو جيت قلت دوماني نون فعدو ألافورو معناها إن أنا لن أذهب إلى العمل لكني متأكد من عدم ذهاب إلى العمل وبالتالي ممكن أقول دوماني نون فعدو ألافورو طب لو يمكن ما رحش ده هنلجأ بقى لاستخدام الفطور سيمبلش المستقبل البسيط اللي هنقول إن شاء الله في المحاضرات القادمة أخر شيء في المضارع الخبري عندنا في أفعال اسمها فيربي مضالي الأفعال النقصة أو الأفعال الخادمة اللي هم فوليرا دوفيرا وأبوتيرا دول الثلاثة الرئيسيين فولير بمعنى يريد دوفير بمعنى يجب بوتير بمعنى يستطيع الثلاثة أفعال دول بيبعدهم المصدر زي ما قلنا من شوية l'infinito ولا يكتمل معناهم إلا بالمصدر التالي لهم يعني لو قيت قلت إيو voglio مش هيكمل المعنى لازم أقول إيو voglio studiare bene questa lezione دوفيرا لو قيت قلت لازم أقول نوي دوبiamo estudiare bene questa lezione إيو نن посмотрим لازم أقول. إيو non 플� acero fare questo افعال لاёستطيع القيام بهذا الواجب وبالتالي دليل ايو ننن بوصوف خص فاري questo responded لأن بصوف يكتمل معناها بالمصدر التالي لها بنسميها جاي من كلمة اللي هي الطريقة ليه لانها بتزود معنى على الفعل الاصلي لو جيت قلت خلاص انا بذاكر هذا الدرس طب لو جيت قلت عايز ازود معنى الرغبة فبقول عايز ازود معنى الالزام او الوجوب اقول عايز ازود معنى الاستطاعة او القدرة اقول وبالتالي الافعال دي بنسميها افعال مضالي انها بتزود صيغة او بتزود معنى طريقة حدوث الفعل المصدر التالي لها يبقى ما قدرش اصرف واقول volio studio هنا تبقى غلط لازم الفعل التالي لvolio يكون في الانفينيتو انه اقول volio studio studio ده بالنسبة للافعال المضالي في وده يبقى الزمن الاول في اللغة الايطالية طبعا درسته السنة اللي فاتت افعال ريجولاري كتير وافعال ار ريجولاري كتير دي ان شاء الله هنرجحها مع بعض المحاضرة اللي جاية والمحاضرة اللي جاية هنبدأ كمان نراجع في هنخلص براجعة الباساتو بروسيما اللي هو الماضي القريب وهو الزمن المركب الاول في اللغة الايطالية هشوفكم المحاضرة اللي جاية هشوفكم المحاضرة اللي جاية